منتخب الناشئين؟ كان مين معك في منتخب الناشئين؟ كان ميستر بابي المدرب الألماني مع الكابتن فاتح مصير كان مساعد مدرب وكان حنب مختار برضو هو الدكتور حنبي كان فيه كمان ميستر كرامر كان جاي هو مع بابي كان محاضر دولي لمصر بالضبط بس ما كانش يقدر يظهر في الصورة أيوة بالضبط بس هو كان بيحضر معنا بعض التدريبات مع منتخب مصر الناشئين وكان بيبقى موجود مع مصر باب مين وانت بتلعب في طنطة؟ وبقيت راجل معروف وهداف الدوري وهداف الفرقة والناس بدأت تقول متحة رمضان هداف طنطة مين اللي شاف وقال لك ان متحة رمضان ده لازم يروح يلعب في النادي الأهلي أو نادي كبير؟ والله أنا في طنطة كان زي ما بقولي لحضرها كده كان عندنا لعيبة معايا بتلعب في الفرقة الكابتن صلاح محسن والكابتن محسن السالم ودول لم كانوا لعيبة في النادي الأهلي وفي النادي الأهلي على مستوى الناشئين في النادي الأهلي ونادي طنطة؟ في النادي طنطة وبعدين الكابتن صلاح محسن بالذات يعني هو كان كابتن طريقي طنطة كده كان له فضل كبير علي جداً قال له متحة انت في يوم من الأيام هيتحقق حلمك وتلعب في النادي هو كان عندي حلم يعني أن أنا ألعب في نادي زاخر بالنجوم يعني النادي اللي قادي ساعتها كان يضم أحسن لعيب على مستوى فكورة يعني على مستوى مصر كلها ده كان سنة كام؟ سبعة وسبعين سبعة وسبعين وديه البداية بتاعة مصر دي كوتي مع طيب إيه المبررة اللي أنت لعبتها واختروك للنادي الأهل اللي ألا خلاص نازم ناخد لا النادي الأهل بقى ما شفنيش إلا لما أنا أخدت كابتر المنتخب مصر النشئين نشئين 18 سنة المنتخب ده كان فيه لو حدرست فتكر خالد جدالله جمال جودة طبع عدل عبد المنعم الله يرحمه حشيش محمد حلمي لا كان فيه محمود فوزي كان فيه جمال الجندي كان فيه يعني كان فيه لعيبة من النادي الأهل وسعيد الجداي يعني كان فيه لعيبة كتير جدا من النادي الزمالك والنادي الأهل وفيه طلعة الصيفي وعلى المصر من بورسعيد أحمد خليم الأولمبي يعني كان المنتخب ده كان منتخب من أشهر منتخبات النشئين اللي جات لمصر يعني ايه المباراة؟ لعبنا مباراة ودية مع النادي الأهلي مع فريق النادي الأهلي الفريق الأول الفريق الأول الفريق الأول وإحنا كنا في منتخب مصر النشئين بنلعب مباريات ودية فمصر الديكوتي اختار المنتخب يعني علشان يعمل تمرينة والأهل اللي ما بتلعبش مثلا والأهل اللي عاوز يجهزها اللي من النادي الأهلي بيجهزها فعمل مباراة ودية وفي المباراة دي أنا بعد ما خلصت على طول مصر الديكوتي وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه الله يرحمه قعد أعلم معي وقالولي أنت هل عندك رغبة في النادي الأهلي والتون رغبة ده حلم ده حلم أنا كل يوم بحلم أن أنا أجل النادي الأهلي إزاي انتخلت النادي الأهلي؟ والله في النادي الأهلي حصل بقى لما أكلم لكابتن مصر الديكوتي وكابتن فؤاد ابتدى من خلال القعدة بتاعتي معهم ابتدى عم عبدالبقال الله يرحمه انت حسيت أن فيه جدية أنك تتنقل النادي الأهلي آه لا عم عبدالبقال قعد أسبوع مداوم في طنطة قعد في فندق والله قعد في فندق الراجل ده كان متفاني جدا لا يا سلام قعد أسبوع كامل في طنطة لغاية خلص الاستغناء بتاع من طنطة ونقل على طول شعورك كان إيه لما قالوا لك أنت لما كلمك مستر هديكوتي وكابتن فؤاد شعبان رحمة الله عليه وقال لك إحنا عايزينك معنا في النادي الأهلي الكلام ده كان المباردين كانت فين الأول ملعب الأهلي كان في ملعب مخصر تيتش طيب وكنت بترجع طنطة بعد كده آه 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 أنا كنت بخلص المشروط المنتخد اللي نشئين وبعدين نرجع على طنطة وأنت في السكة إيه اللي يدار في ذهنك؟ والله يعني عارف الحلم لما يبقى آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه لكن صعب جدا إنك تروحي النادي الأهلي وتلعب في النادل وليه فعلا كان صعبة لأن ساعتها النادي الأهلي كان إيه مصطفى عبدو مختار مختار والخطيب وطر الشيخ وزيزو جمال عبد الحميد وعبد الباقي وحسن كابتل حسن الحمدي ويونس ومصطفى يونس يعني كانوا لعيبة لعيبة فعلا كانوا أحسن لعيبة في مصر وحسن صالح ومحسن صالح ايوة لا انا عرفت إزاي انا عرفت ليه جابه كابتل محسن يلعب لما أنا لعبت معاك دي حقيقة يعني لما لعبت معاك كان هيدوكوتر في منتهى الزكاء يعني إن هو يصمم إن يجيب محسن يعني هو خلي بالله الكابتل محسن كابتل محسن سبب من الأسباب إن الجماهير بورس سعيد قلبت علينا يعني هو لما جيبنا نضزه قبل كده وبعدين جيبنا كابتل محسن نبتجت الجماهير لا بس هو جي من بره من الكويت جايبين من العرب الكويت من لبنان من لبنان لا وراح الكويت كان بلع في الكويت لا بصراح لبنان فكان مصطفى عبدو مصطفى عبدو كان هو الهجمات الكورة العربية اللي انت بتعملها والحاجات دي والحاجات دي وسرعتك كانت محتاجة فعلا لعب في خط كان محسن بقى زكي في الحاجات دي محسن أول ما بييجو الكورة بيبقى عارف إنت فين بالزبط هتلاقي الكورة حافظنا بقى فحافظت بقى فهو كان هيدكوتي بيجيب المجميع بناء على المهارات الخاصة اللي موجودة